بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنكمل مع بعض طرق ايجاد جزور المعادلات ومحاضرة اليوم هنأكل طريقة نيوتين رابسون ميسود بالنسبة لطرق النيوميركال سيليوشن وزي ما احنا عارفين احنا قلنا عندنا براكتينج ميسود والبراكتينج ميسود ديت ديت هنلاقي الحل فيها بيتطلب نقطتين to starting value ولازم شرط اساسي ان النقطتين دولت بيعملوا براكتينج للروت يعني ان الروت بيقع ما بين النقطتين اللي هما معطى في المسألة وخدنا طريقة البيسيكشن ميسود وطريقة الفولس بوزيشن ميسود النهاردة ان شاء الله هناخد طرق الابن ميسود في حالة الابن ميسود ديت بيلاقيها ان المعادلة ديت بيتها تطلب نقطة واحدة single starting value of x او نقطتين to starting value ومش شرط ان النقطتين دولت بيعملوا براكت للروت يعني مش شرط ان الجادر يقع ما بين ايه ما بين النقطتين اللي همعطيين في بداية حل المسألة وهناخد ان شاء الله طريقة نيوتون رابسون وسيكنت والتكسن بوينت اتريشن فهو الفرق الرئيسي ما بين البركتنج ميسود والأوبن ميسود ان في البركتنج ميسود الانيشيال جيس شرط اساسي ان الجازر يقع ما بين الانيشيال جيس وان النقطتين دولت بيعملوا براكت ذا روت عشان كده هم سموها براكتنج ميسود لكن في حالة الأوبن ميسود مش شرط اساسي ان سواء النقطة او النقطتين المعطيين في الانيشيال جيس مش شرط انهم يعملوا براكت للروت هناخد ملخص سريع عن المحاضرات او السابقة احنا خدنا طريقة البيسيكشن وقلنا في طريقة البيسيكشن بيبقى عندنا دللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل صف. ده معناه ان قيمة الدلة الصين اشارة بتاعك الدلة. مسلا اكس واحد مجابة. فهنلاقي عند قيمة الدلة عند اكس اتنين تالبة او الى عكس. اتحقق الشرط ده. فاحنا دلوقتي ضمننا ان الجازر يقع ما بين اكس واحد واكس اتنين. عندنا دلة هي بتسوي اللي هي باللون الاحمر. اللي في الشكل الظاهر امامنا دلوقتي. عندنا اكس واحد. وعندنا اكس اتنين. وجيبنا قيمة الدلة عند اكس واحد. وقيمة الدلة عند اكس اتنين. فاحنا تحققنا ان حاصل ضرب اف اب اكس واحد. انا اقل من الصف فهنا الجازر بيقع ما بين اكس واحد واكس اتنين. فاحنا اول حaga خالص. بنحسيب حاجة اسمها اللي هي عبارة عن اكس زيرو. ديت بتساوي. اكس واحد زي اكس اتنين على اتنين. هي نقطة تقيمة في المنتصف ما بين اكس واحد واكس اثنين. بعد كده بنضيب كلمة الدلة. F of X zero. بعد كده هنشوف هل الجزل يقع ما بين اكس زيرو واكس واحد ولا يقع ما بين اكس زيرو واكس اثنين. فحنا عشان نشوف الجزل يقع ما بين اكس زيرو واكس واحد. هنشوف حاصل ضرب الدلة F of X zero في كلمة الدلة F of X واحد. لو حاصلوا الضرب ده اقل من الصفر ده معناه ان الجزل بتاعي بيقع ما بين الاكس زيرو والاكس واحد. ففي الحالة ديت عندنا هنا بنيدي كلمة اكس اثنين الجديدة بتاخد قيمة اكس زيرو. يعني في الحالة ديت بتبقى عندنا اكس اثنين الجديدة بتاخد قيمة ايه اكس زيرو. طب لو الشرط ده ما تحققش فانحاصل ضرب الدلتين اكبر من الصفر. فده معناه ان الجزل بيقع ما بين الاكس زيرو والاكس اثنين. ففي الحالة ديت اكس واحد الجديدة. بتاخد قيمة الاكس زيرو. وطبعا زي ما احنا قلنا بيبقى بنحل عدد معين من او لما انا بوصل لقيمة محددة من الخطأ. وطبعا ده بيبقى معطى في المسألة. ده طريقة بالنسبة لطريقة احنا قلنا الفولس هي هي نفس طريقة ولكن الاختلاف الوحيد في طريقة حساب الجزل. في احنا قلنا هي عبارة عن اكس واحد زياد اكس اتنين على اتنين. ولكن في طريقة انا يبقى عندي هنا دلة هي بتساوي افو في اكس. وعندي اكس واحد. وقيمة الدلة عند اكس واحد. واكس اتنين. وقيمة الدلة عند اكس اتنين. احنا قلنا بنوصل خط مستقيم ما بين افو في اكس واحد وافو في اكس اتنين. الخط المستقيم ده بيقطع محور اكس في نقطة بنسميها اكس زيرو ديت اللي بتبقى عبارة عن الجزل. ف اكس زيرو بنجيبه من تشابه المسلس ده مع المسلس ده. وطبع احنا اخدنا المحاضرة السابقة كيفية استنتاج القانون اللي بيحسب الروض في حالة اللي هو بيساوي اكس اتنين نقص قيمة الدلة عند اكس اتنين مضروبة في الفرق ما بين اكس واحد نقص اكس اتنين على الفرق ما بين قيمة الدلة عند اكس واحد نقص قيمة الدلة عند اكس اتنين. جبنا اكس زيرو هنجيب بعد كده قيمة الدلة عند اكس زيرو. وبعد كده هنشوف هل الجزل بتاع الدلة يقع ما بين اكس زيرو ولا اكس واحد? ولا يقع ما بين اكس زيرو واكس اتنين. فاحنا عشان هنشوف الجزر يقع ما بين اكس زيرو واكس واحد. هنشوف الشرط. لو حاصل ضرب قيمة الدلة افف اكس واحد في افف اكس زيرو اصغر من الصف. فده معناه ان الجزر بتاع بيقع ما بين اكس واحد واكس زيرو. ففي الحالة ديك بنيدي قيمة اكس اتنين الجديدة بتاخد قيمة اكس زيرو. لكن لو الشرط ده ما تحققش تنحصل ضربهم اكبر من الصف. ده معناه ان الجزر يقع ما بين اكس زيرو واكس اتنين. ففي الحالة ديك اكس واحد الجديدة. بتاخد قيمة الاكس زيرو. طبعا احنا بنحل المسألة عدد محدد من او بحل المسألة الى ان احصل على قيمة الخطأ قيمة محددة. ايضا بتبقى ومعطاه في المسألة. فدولا بطريقة وطريقة دي طرق وحنا قلنا في الشرط الاساسي لازم عندنا بيبقى مدي اتنين لقطتين اتنين اكس واحد واكس اتنين. والشرط الاساسي ان حاصل ضرب الدلتين. لازم نكون اصغر من الصفر عشان اضمن ان الجزر بتاعي يقع ما بين اكس واحد واكس اتنين. فسواء في في الباي سيكشن بجيل الاكس زيرو اللي عبارة عن اكس واحد اكس اتنين على اتنين. وبكمل بقيت الالجوريزم. وقلنا الاختلاف ما بين الباي سيكشن والفول سو بوزيشن هو في طريقة القانون المستخدم في حساب الجزر اكس زيرو. بالنسبة لمحاضرة النهاردة ان شاء الله هناخد طريقة نيوتين رافسون ميسود. وايضا هناخد سيمبل فيكس بوينت اتريشن ميسود. والمحاضرة القادمة بازن الله هناخد طريقة سيكنت ميسود والموضفائل سيكنت ميسود. بالنسبة لطريقة نيوتين رافسون ميسود. بيبقى عندنا دلة واي بتساوي افو في اكس. وعندنا انيشيال جس اكس زيرو. فبالنسبة لطريقة نيوتين رافسون ميسود. فريف تستخدم المعلومات الخاصة بالدلة واي بتساوي افو في اكس. وايضا بنحتاج الديريفاتيب بتاع الدلة عند انيشيال جس لعند اكس زيرو. فعندنا اكس زيرو. فاني انا نجيب قيمة الدلة افو في اكس زيرو. فطبعا بالنسبة لطريقة نيوتين رافسون ميسود. فاحنا خلاص احنا جبنا عندنا اكس زيرو. ولي قيمة الدلة افو في اكس زيرو. بنعمل ايه? بنرسم تانجينت لاين. بيمر بنقطة افو في اكس زيرو. وبيمس. واي بتساوي افو في اكس. الخط ده هو. الممسل احنا بنرسمه. اللي بيمس. واي بتساوي افو في اكس. وبيمر بنقطة افو في اكس زيرو. هيقطع محور اكس بنقطة اكس واحد. فميل الممسل ده بنسميه اف داش اف اكس اي. فهنلاقي هنا عشان اجيب الاسلوب اللي هو تاني الزاوية ديك. بتساوي المقابل على المجاول. فهنلاقي المقابل هو عبارة عن قيمة الدلة افو في اكس زيرو ناقص صفر. بالنسبة للمجاور هو الفرق ما بين اكس زيرو واكس واحد. فهنلاقي هنا بالنسبة للسلوب. اللي هو اف داش اف اكس زيرو. هيساوي. المقابل اف اكس زيرو ناقص صفر. على المجاور اكس زيرو ناقص اكس واحد. فنقدر ندرق طرفين في بساطين. ونقدر نجيب اكس واحد في طرف. هتظهر لنا المعادلة اكس واحد بتساوي اكس زيرو ناقص قيمة الدلة عند اكس زيرو. على قيمة المشتقة عن اكس زيرو. فده قانون نيوتن. قانون نيوتن رافسون. فبالنسبة لنيوتن رافسون بيبقى عندنا دلة. واي بتساوي افو في اكس. وعندنا انيشيال جس اكس زيرو. اقدر اجيب قيمة الدلة عند اكس زيرو. واقدر اجيب المشتقة بتاعت الدلة. واجيب قيمة المشتقة ايضا عند الانيشيال جس اف اف داش اف اكس زيرو. فبالتالي اقدر احسب الجذر بتاع المعادلة. اللي هو من القانون اكس واحد بيساوي اكس زيرو. لقص قيمة الدلة عند اكس زيرو. على قيمة المشتقة عن اكس زيرو. طبعا بالنسبة لطريقة نيوتن رافسون. لازما عندي. انا فرضم. ان الدلة دي كونتينو. واقدر اجيب الدريباتيب. الفيرس دريباتيب بتاع الدلة. لو الواي بتساوي اف 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 اكس. وايضا قيمة ما ينفحش قيمة المشتقة اف داش اف اكس زيرو. ما ينفحش انها تساوي ايه? تساوي سكر. يعني هنا ما ينفحش قيمة اف داش اف اكس زيرو بتساوي. بيتساوي سكر. فعندنا الشرطين الاساسيين في البداية ان انا اقدر اجيب. الدريباتيب. الفيرس دريباتيب للدلة. الحاجة التانية ان قيمة المشتقة عند الانيشيال جيس لا تساوي السفر. فانا لو عاد اشوف الدريبيجن الخاص بقانون نيوتن. طبعا لو انا عندي نقطة. اكس زيرو. النقطة ديت عبارة عن نقطة تقريبية او الجزء التقريب للدعم معالة اف اكس. فانا اقدر اجيب قيمة اكس واحد. طبعا لو احنا فاكرين مفقوق تيلو. مفقوق تيلو. عاز اجيب قيمة الدلة. اف اكس عند النقطة اكس واحد. وهنا اكس واحد لها بتساوي الاكس زيرو زائد الاتش. فاحنا مفقوق تيلو بيساوي. قيمة الدلة عند اكس زيرو. زائد الاتش اللي هي عبارة عن اكس واحد نارس اكس زيرو. مضروبة في قيمة ايه? المشتقة بتاعة الدلة عند اكس زيرو. زائد اتش تربيع على مضروب اتنين. تقومة المشتقة التانية للدلة عند اكس زيرو. زائد اتش تكعيب على مضروب تلاتة في قيمة المشتقة التالتة للدلة عند اكس زيرو. فبالنسبة للمفقوق تيلو في المفقوق اللي امامنا دلوقتي. فبالنسبة للمفقوق تيلو في حالة ان الاتش بيكون سمول. فاحنا بنعمل نجليك للهاير اردر. بيبقى عندنا الحد الاول والحد التاني. فنقدر نجيب من هنا الاتش هنا بيساوي كام من المعادلة ديت. هنلاقيه بيساوي سالب. تم تدلع عند اكس زيرو على قيمة المشتقة عند اكس زيرو. واحنا عارفين الاتش دي عبارة عن اكس واحد نارس اكس زيرو. فنقدر نعوض بقيمة الاتش. اكس واحد نارس اكس زيرو. ونجيب manqueس واحد فطراقه بقي المعادلة في الطرف الاخر. هنصل على المعادلة اكس واحد. بتساوي الاكس زيرو نقص قيمة الدلة عند اكس زيرو على قيمة المشتقة عن اكس زيرو. هنضتو الصورة في الصورة العامة. اكس ان زائد واحد. بتساوي اكس ان نقص قيمة الدلة عند اكس ان على قيمة المشتقة عن XN فده قانون نيوتن رابسون في الصورة العامة طبعا أقدر أستخدمه عدد محدد من الإتريشان أو أقدر أستخدمه أيضا إلى أن يصل نسبة الخطأ قيمة محددة أو نسبة الخطأ أو قيمة الخطأ بتساوي سب فبالنسبة لنيوتن رابسون إحنا قلنا المعادلة في الصورة العامة زي ما احنا شايفينها دلوقتي فعندي دلة Y بتساوي F في X عندي أول حاجة خالص X0 بنعمل إيه؟ بنجد قيمة الدلة F في X0 وبنرسل مماس يمر بF في X0 لY بتساوي F في X المماس ده هيقطع نقطة X محور X في المماس هيقطع محور X في نقطة لعبارة عن X1 الخطوة اللي بعد كده X1 بنكمة الدلة F في X1 هنقرر بعد كده برضو هنرسم مماس يمر بF في X1 وهيقطع محور X في X2 الى ان نحصل على الجزر الخاص بالمعادلة اللي عنده قيمة الدلة بتساوي بتساوي 0 فهنحنا هنلاحظه دلوقتي الانيشيال جس اللي عندنا X0 اللي بيحصل ليه الجزر؟ بيحصل تقارب في اتجاه الجزر بيحصل تقارب في اتجاه الجزر فبالنسبة للالجوليزم الخاص بطريقة نيوط X0 فهنحن قلنا الاصمشل ان الدلة F في X دلة CONTINUALS واقدر احسب الفرس دريباتيب وايضا قيمة المشتقة عند الانيشيال جس لا تساوي الصفر فهنحن اول حاجة خالص بجيب المشتقة بتاعت الدلة سيمبوليكي عندنا اول حاجة خالص عند الدلة Y بيساوي F في X هجيب F داشق في X وبعد كده هجيب قيمة الدلة عند X0 وقيمة المشتقة عند X0 وبحسب الجزر من القانون بتاعنا اللي هو X1 هيساوي X0 نقص قيمة الدلة عند X0 على قيمة المشتقة عند X0 فهنحن عندنا Y بتساوي F في X وهذا الانيشيال جس هجيب هرسم مماس للمنحنة يمر بنقطة F في X0 هيقطع بنحور X في نقطة عبارة عن X1 ده F داش اف اكس اقدر اجيب F داش اف اكس زي ما حقلنا في اللي قبل كده تاني الزاوية ديت عبارة عن المقابل اللي هو F في X0 على المجاور عبارة عن X0 ناقص ناقص X واحد واجيب X واحد وطرف وبنى المعادلة تطرف هنقص على القانون اللي هو X واحد بساوي X0 ناقص F F of X0 على F داش F of X0 طبعا هنحن المسألة لحد فين عندنا فاحنا قلنا عندنا اتنين ستوبين هحل الى عدد محدد من الاتريشن هيبقى محدد في المسألة number of اتريشن الى الآن اصل بقيمة الابسليوت relative error لقيمة معينة او اظهر من قيمة محددة وطبعا الابسليوت relative error هو عبارة عن الابسليوت value لXI زايد واحد ناقص الXI على الXI زايد واحد طبعا ده مجلوب في المية في حالة ان انا بجيب the percentage relative error فدي طبعا الاتنين ستوبين فبالنسبة لو انا بعمل الالغوريثم اللي عندي وعايز اشوف الخطوات في حالة انه محدد لعدد الاتريشن فانا اول حاجة خالص بعمل ايه بكتب ادنى لعندي Y بتساوي F of X الخطوة اللي بعد كده بكتب قيمة الانيشال جس وعدد الاتريشن بجيب قيمة الدلة عند الانيشال جس وايضا قيمة المشتقة بتاعت الدلة عند الانيشال جس هاجيب اول اتريشن هاجيب قيمة ايه الاكس واحد اللي اتربط طبعا بتساوي الاكس زيرو ناقص قيمة الدلة عند اكس زيرو مقسومة على قيمة المشتقة عند ايه عند اكس زيرو طبعا هقرر الخطوات ديت الى ان اصل الى اخر اتريشن لو كان الالجوريزم اللي عندي يعتمد على نسبة الخطأ او الاكيوريسي هو هي نفس الخطوات بتاعت الاكيوريسي مع اختلاف اننا لازم اناعمل التشيك هنا في ايه ليه الديفرانس ويكون اكبر من ايه الاكيوريسي طبعا لو الشرط ديتحقق هنا الديفرانس هنا بيبقى عبارة عن اللي هو ايه الارو اللي هو الابسلون ايه قيمة معينة بيبقى قيمة معينة محددة في المسألة طبعا لو كان هنا الديفرانس اللي عندي اللي هو عبارة عن الاكس اي زياد واحد نقص الاكس اي على الاكس اي زياد الواحد دوت اكبر من الاكيوريسي او كمية الخطأ اللي انا محددة في البداية هرجع اترر الخطوات ديتاني لكن لو شرطنا متحققش اقف فهنا في الحالة ديتحقصل على الجزء بتاع المعدد فعندنا هنا هو طبعا دي الخطوات في حالة الافريشن لو محدد لعدد معين من التريشن او محدد لك اللي هي نسبة الخطأ يعني قيمة الخطأ معينة او الخطأ كان يساوي سفر على اسمه محدد في المسألة فبالنسبة للفروت شارت الخاصة بطريقة نيوتن راكسون اقدر اعمل الفروت شارت زي ما كدنا بابه في المحادثات السابقة ان انا اقدر اعمل الفروت شارت الخاصة بطريقة البيسيكشن وايضا طريقة ففي البداية خالص انا بعرفه الدل F of X والمشتقة بتاعت الدل بعد كده هتدي له الانيشال جس الـ X0 هتدي له قيمة الـ X0 قيمة الخطأ وعزل اتريشن على اساسا انا وهشوفها شغل المسألة اللي عندي عدد محدد من الاتريشن او قيمة خطأ محددة الخطوة اللي بعد كده هحسب قيمة الجز XN زاد واحد بيساوي XN ناص قيمة الدل عند XN على قيمة المشتقة عند XN طبعا لو شغال عدد معين من الاتريشن هاجب بعد كده هكمل هخش في الاتريشن التانية التالتة الرابعة او لو انا شغال عادة شوف الريلاتف absolute error بيساوي قيمة محددة او اقل من قيمة معينة هشوف لو اتحقق الشرط ده هعمل ايه هعمل اصطب للمسألة لو الشرط ده ما اتحققش هاجي ااخد هنا الجزر اللي عندي اللي انا حصلته عليه اللي هو XN زاد واحد ده عبارة عن الانشيال جس بتاعت الجديدة وخش هتقرر بيتي هحسب الجزر اللي بعد كده وهشوف الشرط لو اتحقق هعمل ايه اصطب للبرنامج عندنا مثال مثال واحد قالك عندنا هو الدلة F of X بتساوي X تكعيب نقص اتنين X تربيع زائد X نقص ثلاثة قالك استخدم طريقة نيوتن راستر مثل Up to four decimal accuracy يعني هعمل راون لاربع ارقام بعد العلامة العشرين وقال لك احسب الريلاتيف ارور قالك الانيشال جس X0 بتساوي اربعة فاحنا عندنا القانون بتاع نيوتن في الصورة عام X Z1 بيساوي X N ناقص قيمة الدلة عند X N على قيمة المشتقة عند X N فاحنا دلوقتي محتاجين المشتقة الاولى للدلة F dash of X لها تساوي 3X تربيع ناقص 4X زائد 1 هذه المشتقة الاولى للدلة هذا خالص هنا دلوقتي عند N بتساوي 0 هلاقي الحل هنا solution عند N بتساوي 0 فان عندنا X 1 1 هساوي 0 ناقص قيمة الدلة عند X 0 على قيمة المشتقة عند X 0 عندنا X 0 بتساوي 4 هتساوي 4 4 فانا فانا محتاج اجيب قيمة الدلة 3 3 3 3 3 3 3 بتساوي ثلاثة ثلاثين. فطبعا هو قال لك احسب كمبيوتزا الريلاتيب ايرور. فعندك ايه هو ده المعدلة بتاعت الريلاتيب ايرور. قالت اني بتساوي زيرو هنلاقي اليرور هوا بتساوي ايه? الابسلوت فالو اكس واحد نصف اكس زيرو على اكس واحد وضروف بمي. هنجيب هنا قيمة الاكس واحد. فانا عندي خلاصة هوت. هجيب الاكس واحد. هيساوي. الاكس زيرو بكام باربعة. نصف قيمة الدلة عند اربعة بتلاتة وتلاتين. على قيمة المشتقة عند اربعة بتلاتة وتلاتين ايضا. هنلاقي ده هو تحبار عن الاكس واحد بساوي تلاتة. فهنلاقي قيمة الاكس واحد بتساوي تلاتة. فنقدر هنا احسب اليرور. هيساوي. الاكس واحد تلاتة. اكس زيرو اربعة. على الاكس واحد تلاتة. طبعا ده مضروف في مية. هنلاقي القيمة دي بتساوي تلاتة وتلاتين بوينت تلاتة 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 تلاتة. فاحنا هنا اخلي بالك بنعمل راوند لاربع ارقام بعد العلامة العشرين. فاحنا هوت اول الحاجة خالص. في اني بتساوي زيرو. واكس زيرو بتساوي اربعة. فاكس واحد بتساوي اكس زيرو ناس قيمة الدلة عند اكس زيرو. فانا احتاج قيمة الدلة عند اكس زيرو. واحتاج قيمة المشتقة بتاعت الدلة عند اكس زيرو. فانا هنا المشتقة بتاعت الدلة. تلاتة اكس تربيع ناس اربعة اكس زائد واحد. هعوض في قيمة الدلة. عن كل X بتساوي 4 هجيب قيمة الدلة 33 قيمة المشتقة عند كل X بتساوي 4 هتطلع ب33 هعود في القانون أطلع قيمة X1 بتساوي 3 أقدر أطلع قيمة الخطأ هيطلع ب33 بينك 3 3 3 3 طبعا إيه بالمئة ده بالنسبة في حالة N بتساوي 0 لو أنا عندي N بتساوي 1 عندي N هتساوي 1 هلأني في حالة N بتساوي 1 X2 هتساوي X1 نقص قيمة الدلة عند X1 على قيمة المشتقة عند X1 عندنا X1 بكام بتساوي 3 هنجيب نحتاجين نجيب قيمة الدلة عندي 3 قيمة الدلة عند 3 هنعاوض بالدلة الرئيسية عندها هي F of X بتساوي X تكايد ناعس 2 X تربيع زي X ناعس 3 هنعاوض عن كل X بتلاتة هنلاقي قيمة الدلة هنا بيساوي 9 محتاج ايضا قيمة المشتقة F عند 3 عند المشتقة هنا هي هعوض عن كل X بتلاتة هلاقي قيمة المشتقة هنا هتساوي 16 بعد ما اجيبت قيمة الدلة وقيمة المشتقة اقدر اجيب قيمة X2 هتساوي X1 عبارة عن كام عبارة عن 3 ناعس قيمة الدلة عند 3 تلاتة بتسعة عند قيمة على قيمة المشتقة دي 16 هنلاقي هنا X2 هتساوي اتنين بوينت اربعة تلاتة سبعة خمسة اقدر احسب الارو الابسلون ايه بيساوي افسليوت دي عبارة عن اتنين بوينت اربعة تلاتة سبعة خمسة نقص X1 الاب تلاتة على X2 هنلاقي قيمة الخطأ في الحالة دي بيساوي تلاتة وعشرين بوينت زيرو سبعة ستة تسعة وهنلاقي ايضا الفرق مبين X2 نقص X1 بيساوي كان الفرق هنا هو X2 نقص X1 هيطلع بي زيرو بوينت خمسة ستة اتنين خمسة جاء القيمة دي الفرق مبينة كنتين جدا نقص لابس جدا في حالة N بتساوي واحد جبنا قيمة X2 وجبنا قيمة الخطأ هنخش بعد كده في حالة N بتساوي اتنين عندك N بتساوي اتنين عندك N بتساوي اتنين X3 X2 نقص قيمة الدلة عند X2 عند قيمة مشتقة على عند X2 كم يحتاج عند X2 تلعج بكام باتنين بوينت 4 3 7 5 عادي اجيب قيمة الدلة عند X2 يعني كنت الدلة عند الرقم ده هلا كنت الدلة عند X2 تساوي هنعوض المعدلة الرئاسية لX تكعيد نقص اتنين X تربيع زاد X نقص 3 عن كل X باتنين بوينت 4 3 7 5 هلا كنت الدلة هنا بيساوي 2 0 3 6 9 هنجيب قيمة المشتقة F2 عند الX2 هنعوض المشتقة عن كل X باتنين بوينت 4 3 7 5 هلا قيمة المشتقة بتساوي كام 9 0 7 4 2 فهجيب X 3 هتساوي X2 نقص قيمة الدلة عند X2 2 2 على قيمة X3 X3 X2 X2 X3 X3 سكتة ثلاثة. بعد ما خلصنا هو اجيبنا ايه? الخطوة اللي بعد كده اجيب اكس اربعة. عندي الان بتساوي تلاتة. اجيب الايه? ال اكس اربعة. بتساوي ال اكس تلاتة. نقص قيمة الدل عند اكس تلاتة. على قيمة المشتقة عند اكس تلاتة. فانا عندي هنا ال اكس تلاتة بتساوي كام? اللي احنا طلعناه. اللي هي عبارة عن اتنين اتنين واحد تلاتة زيرو. فاحنا دلوقتي محتاجين نجيب قيمة الدل عند اكس تلاتة وقيمة المشتقة عند اكس تلاتة. فقيمة الدل عند اكس تلاتة. اللي هي بتساوي قيمة الدل هنعود عن كل اكس باتنين بوينت اتنين واحد تلاتة. هنلاقي قيمة الدل ليساوي زيرو بوينت اتنين خمسة ستة واحد. هنجيب قيمة المشتقة. عند الاكس تلاتة. هنعود المشتقة. عن كل اكس. بتساوي اتنين بوينت اتنين واحد. تلاتة. هنلاقي قيمة المشتقة هنا هتساوي ستة بوينت تمانية. اربعة زيرو واحد. اقدر اجيب الاكس اربعة. هتساوي الاكس تلاتة. نقص تمت الدل على قيمة المشتقة. هنلاقي الاكس اربعة. هيساوي اتنين بوينت واحد سبعة خمسة ستة. اقدر اجيب بردو نسبة الخطأ. الاكس اربعة. نقص الاكس تلاتة. على الاكس اربعة. هنلاقي نسبة الخطأ. بتساوي واحد بوينت سبعة ستة خمسة في المين. هنا في حالة الان بتساوي تلاتة جبنا الاكس اربعة. الخطوة اللي نسبة على كده. تحالة ان بتساوي اربعة. ان. بتساوي اربعة. عندي الاكس اربعة. بتساوي كان. اتنين واحد سبعة ستة خمسة. انا هعتاج قيمة الدلة. عند اكس اربعة. وايضا قيمة المشتقة. عند اكس اربعة. فنقدر اعود في الدلة. عن كل اكس. باتنين واحد سبعة ستة خمسة. هنلاقي قيمة الدلة بتساوي زيرو بوينت زيرو زيرو ستة تمانية. هنلاقي قيمة المشتقة. بتساوي ستة بوينت اربعة. تسعة سبعة. تلاتة. اقدر اجيب الاكس. خمسة. ده بتساوي الاكس اربعة. نقص قيمة الدلة على قيمة المشتقة. هنلاقي الاكس خمسة بتساوي اتنين بوينت واحد. سبعة اربعة ستة. اقدر اجيب نسبة الخطأ. عبارة عن اتعوض هنا بالايكس خمسة. نقص الايكس اربعة. على قيمة الاكس خمسة. طبعا ده مدروك بمية. احنا عسابنا هنا اوات الاكس خمسة. اقدر بعد كده. اجيب الاكس ستة. الان بتساوي خمسة. اتنين بوينت واحد ستة. اربعة ستة. اجيب قيمة الدلة عند اكس خمسة. قيمة الدلة عند اكس خمسة. اجيب قيمة المشتقة. عند اكس خمسة. طبعا بعوض ايه? في المشتقة. عن كل اكس. باتنين بوينت واحد ستة. اربعة ستة. هلاقي قيمة المشتقة بتساوي. ستة بوينت اربعة تمانية تمانية تلات. اقدر اجيب الاكس ستة. اللي هي بتساوي. الاكس خمسة. قيمة المشتقة. قيمة الدلة. على قيمة. المشتقة. هلاقي هنا الاكس بساوي. اتنين بوينت واحد. سبعة. اربعة. ستة. هلاقي قيمة الاكس ستة. هي نفس قيمة الاكس. الاكس خمسة. فبالتالي هلاقي الايرور هنا بساوي. بساوي زيرو. فخلاص. هنا الايرور بساوي زيرو. فهلاقي الجزل بتاع المعدلة هنا. عبارة عن اتنين بوينت واحد سبعة اربعة ستة اتريشن. وحصلنا على الجزل الخاص بالمعدل. فالافضل وانت بتحل في البداية كنت ممكن تعمل كابل زي ده. عندي الاتريشن. عندي اني بتساوي صفر. الاكس سفر كبه اربعة. قيمة المشتق. اكس اين زائد واحد. هشوف الفرق ما بين اكس اين زائد واحد ناص اكس اين. واجيب نسبة الخطأ. انا عندي اول حاجة خالص. اكس سفر كبه اربعة. قيمة الدلا زي ما احنا حسبناها. وتحط القيم عندك في الجدول تلاتة وتلاتين. المشتقة كبه تلاتة وتلاتين. اكس اين زائد واحد كبه كان بثلات. كانت لو عايز الفرق ما بين اكس اين زائد واحد ناص اكس اكس اين. هتلاقي هنا بساوي كبه واحد. فالخطأ هنا بكام بمية في المية. كان لبقى لكينا. هنا الخطأ في البداية هنا بكام بمية من مية. هنجي هنا عند التانية. اني بواحد. كان الاكس اين هنا بكام? بتلاتة. قيمة الدلا هطلع عنها كبه تسعة. هنا المشتقة بستاشة. الاكس كان اتنين بوينت اربعة تلاتة تبعة خمسة. هتلاقي الفرق هنا. خمسة ستة اتنين خمسة. الايرو. تلاتة وتلاتين بوينت تلاتة 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 تلاتة. فهنا عبارة عن الايرو اللي هنا عبارة عن الاكس. الاكس. دي بالتلاتة. دي الاكس واحد. مواصل اكس زيرو. مقسومة على الاكس واحد. هيطلع على كلمة اللي ايه? طب. وتقدر تكمل بيئة الحل. هيطلع عندك التابل بالشكل اللي قدام لديك. يعني انت يفضل في البداية خلص وانت بتحل. يبقى عندك تابل. وتحط بطوية اللي انت بتحصل على معادلات هنا في ايه? في التابل. الى ان تحصل على الجزر الخاص بالمعادلة اللي احنا عصرنا عليه دلوقتي. هادي جزر جزر. المعادلة. عندنا بسند اتنين. قالك عندنا دلة. اف او اكس. بتساوي تلاتة اكس تربيع باس عشرة اكس. زائد سبعة. زائد سبعة بتساوي ايه? بتساوي صف. قالك برضو استخدم طريقة نيوتن رافسون. واعمل راوند لفور ديسيمال اكيوريتي. يعني لاربع ارقام بعد العلامة العشرية. طبعا عندنا القانون في الصيغة العامة. بتاع نيوتن. اكس ان زائد واحد. بساوي اكس ان. نقص. قيمة الدلة عند اكس ان. على قيمة المشتقة عن اكس ان. فانا عندنا اول حاجة خالصة هو. عندك الدلة. وعندك المشتقة بتاع الدلة تبع عبارة عن ستة اكس. نقص ايه? نقص عشر. فانا هعمل تابل. اول حاجة خالصة. في حالة اني بتساوي. ان هو بتساوي. لا اني بتساوي صفر معزرة. عندنا هنا لايه? الاكس زير هو كان بتساوي كام? تسير. فانا عايز اجيب الاكس واحد. هتساوي. الاكس زير. نقص. قيمة الدلة. عند اكس زير. على قيمة المشتقة. عند اكس زير. فهو هلاقي. قيمة الدلة. عند اكس زيرو. هعوق في المعدل اللي عندها. تلاتة اكس تربيع نص عشرة اكس زائد سبعة. هلاقي قيمة الدلة عند اكس زيرو. بتساوي كام? بتساوي سبعة. المشتقة. ستة اكس. ناياس عشرة. هتساوي. سالب عشرة. هعوق في القانون هنا. هلأ الاكس واحد بتساوي كام? الاكس زيرو بصفر. ناياس اف اكس زيرو. بسبعة. على سالب عشرة. حيط على الاكس واحد بكام? بسبعة من عشرة. هديك تعبط هنا في الجدول اللي عندك. الاكس زيرو كام بكام? بزيرو. قيمة الدلة. بسبعة. المشتقة. بسالب عشرة. اكس زائد واحد الى اكس واحد. بسبعة من عشرة. هلأ هنا هو? ده عبارة عن سبعة من عشرة. وقرر احنا عملناه تاني. اللي احنا عملناه دلوقتي. عندي الان بتساوي واحد. ديها الاتريشن هين. الاتريشن. التاني. عندي ان? بتساوي واحد. كان عندي الاكس واحد بكام? بتساوي سبعة من عشرة. هحتاج اجيب قيمة الدلة. عند سبعة من عشرة. وقيمة المشتقة عند سبعة من عشرة. فانا هنعوض هنا في الدلة. اف وفي اكس تلاتة اكس تربيع. عشرة اكس زائد سبع. عن كل اكس بتساوي سبعة من عشرة. هلاقي قيمة الدلة بتساوي واحد سبعة واربعين من مية. هحط القيمة هنا. واحد سبعة واربعين من مية. قيمة المشتقة عند سبعة من عشرة. هلاقيها بسالب. خمسة وتمانية من عشر. سالب خمسة وتمانية من عشر. هجيب قيمة الايه? الاكس. اتنين. دي عبارة عن الاكس واحد. ناس قيمة الدلدة على قيمة المشتوق. هلا هنا الاكس بتساوي كام? بتساوي تسعة خمسة تناتة اربعة. هنا بالتالي هو هلاقي هنا هو تعبار عن كام? الرقم عندي تسعة خمسة تلاتة اربعة. ناس اللي احنا عملناها دلوقتي. هاجيب بعد كده. هخش الخطوة اللي بعد كده. اليتريشن اللي بعد كده. ده اليتريشن التالتي. عندي ايه بتساوي. عندي ايه بتساوي اتنين. عندي اندي بتساوي اتنين. كان عندي هنا هو. الاكس اتنين بكام? تسعة خمسة تلاتة اربعة. فانا عايز اجيب قيمة ليه? الاكس تلاتة. الاكس اتنين نوع. قيمة الدلة عند اكس اتنين. على قيمة المشتقة عند اكس. اتنين. فانا هو هاجي في المعادلة بتاعت هوت. هعوض عن كل اكس. بزيرو بوينت تسعة خمسة تلاتة اربعة. هلاقي قيمة الدلة بتساوي كام? هلاقي قيمة الدلة. واحد تسعة اتنين تسعة. هجيب هنا قيمة المشتقة عند المشتقة ستة اكس نقص عشر. هعوض بكل اكس. بزيرو بوينت تسعة خمسة تلاتة اربعة. هلاقي قيمة المشتقة. بتساوي سالب اربعة بوينت اتنين سبعة تسعة ستة. هعوض في القانون اللي عنده. هلاقي قيمة الاكس. تناتة. هتساوي. تسعة. تسعة. هلغانية خمسة. هي عبارة عن ادي الاكس. احسب قيمة. الدلة عند اكس. قيمة المشتقة. هنا هنا قيمة الجزر هنا بيساوي كام? بيساوي واحد. قيمة الجزر يساوي واحد. اقرر الخطر بعد كده. هلاقي قيمة الدلة هنا بصف. قيمة المشتقة بسالب اربعة. هلاقي الجزر بيساوي بيساوي واحد. هو انت الافضل وانت بتحل زي ما احنا عملنا هنا دلوقتي هوت. وانا وريتكو دلوقتي ازاي كم للجزر وانحنا بنحل دلوقتي. فهنا عندي اني بتساوي ثلاثة الخطوطين الاخرانيين. انا ما عملتش الخطوط اللي هنا بس. فهي ما فيش داع انك تكتبها عندك القانون. عند قيمة الاكس. قيمة الدل عند الاكس. قيمة المشتقة. فهنا الاكس بتساوي عبارة عن الاكس. ناقص. القيمة ديت على القيمة دي. اقدر اطلع قيمة ايه? قيمة الجزر. فلاقينا عملت خمسة وهو خمسة اتريشن. وطلعت قيمة الجزر ده عبارة عن واحد. بالنسبة للمسال ده تلاتة اكس تربيع ناس عشرة اكس زائد سبعة. فهوة قال الجدول زي ما احنا ايه? عملنا يعني. ده الجدول. ظاهر قدامك ايه? الجدولة هوت. فطلع احنا الجدول بتاعنا هوت عبارة عن كان عبارة عن واحد. بالنسبة للمسال ده. لو انا حبيت اكتب له متلاب. بس اعمل له كود باستخدام المتلاب. انا اول حاجة خالص. هتدي له الدلة. والمشتقة ونقول نشد دي. فهوة الدلة هيت. هقول له دلة هسميها اف. بتساوي اف اكس. لي عبارة عن ثلاثة اكس تربيع ناس عشرة اكس زياد سبعة. هقوله المشتقة بتاعتها برضو هعملها بتاحة في اما فايل فاكشن اف بي. بتساوي اف اكس بي. اف او بي بتساوي ستة اكس ناس عشرة. فانا عندي الدلة هاي. عندي عملت ام فايل للدلة رئيسية وام فايل للدلة للمشتقة بتاعت الدلة. حاجة افتح اما فايل تانى هوت. هفف في كليل سي ال اس. يعني هانطلح الكوماند ويندو. وهقول له نشد جس اكس بتساوي زيرو. هقول له فور اي بتساوي واحد بخانسة. هقول له اف اكس اي. وقيمة الايه? المشتقة. وهقول له الاكس بتساوي راوند الاكس ناقص. قيمة الدلة على قيمة المشتقة. طبعا هنا بعمل راوند واربع ارقام بعد العالمة العشرين. وهنا بقول له الاكس نيو. بكتاخد قيمة الاكس. الاولانية. هتطلع علينا الاكس واحد. فالاكس واحدة تساوي قيمة الاكس لطلعت من هنا. هيخش ايه? يعمل بقى التانية التانية التانية. فانت تقدر تكتب كود سواء باستخدام المتلاب او الفورتران او السي. وتقدر تحل به ايه? اي مسألة سواء البيسيكشن او الفولسوبوزيشن او نيوتون رافصن. فالمسال اللي قدامنا ده هوت. ده هوت الكود الخاص بالمسال رقم اتنين يعني. بالمسال رقم اتنين. مسال اخر. عندنا مساء رقم تلاتة. قال لك ايه? قال لك زر فورتران برو جرم. ده عبارة عن فورتران برو جرم. ده بيستخدم عشان يجيب جزر لمعادلة. فقال المطلوب عندك قال لك ايه? قال لك اسم الطريقة المستخدمة عبارة عن ايه? ايه هي اللي انا عايز اجيب لها الجزر. فهنا هو تلاتة الدلة. اف او اكس. ودي عبارة عن المشتقة بتاعة الدلة. ومديني هنا اكس بتساوي اربعة. وقال لك دوع عشرة الاي بتساوي واحد وخمسة. وقال لك اكس بتساوي اكس. نقص اف اف اكس. على اف بي اف اكس. فهنا هو هنلاقي طبعا هنا. بالنسبة لرقم واحد هنلاقي هنا السيليوشن. بالنسبة لرقم واحد. بقول لك ايه هي الطريقة المستخدمة? فالطريقة عبارة عن نيوتين. نسل. جاب جعرفناها منين? من القانون هنا هون. الاكس. نص قيمة الدلة على قيمة المشتقة. والله ازال هنا الدلة هي. وديه المشتقة بتاعة الدلة. الاكوشن. المستخدمة ليه عبارة عن اكس تكعيب. نايز تلاتة. اكس تربيع زائد واحد. كان ممكن يزود لك الحاجة تاني. كان ممكن يخليك الخامسة دي عبارة عن ان. كان ويقول لك مطلوب تاني بعد كده. قال لك لو يقول لك مسلا مطلوب هنا تلاتة. قال لك لو الان مسلا بتساوي خمسة. قيمة الاكس بتساوي كار. فانت في الحالة دي هتحل ايه? هتحل. في حالة اني بواحد اني باتنين اني بثلاثة اني باربعه الى ان تصل قيمة الاكس وتكتبه قيمة ايه? قيمة الاكس. فممكن تكون السؤال على هيئة برنامج. ولياكم بالفورتران. وطبعا هتقرى البرنامج اللي عندك هتشوف. فهو بقول لك ايه? ايه هي الطريقة المستخدمة. فانت تبصر هنا في البرنامج. فهنا هنعرف دين الطريقة دي عبارة عن نيوتوم مثل والقانون اللي قدامنا ده. الاكس بتساوي الاكس نفس قيمة الدلة عند اكس على المشتاقة. فهم يديك الدلة والمشتاقة بتاعي. هي عبارة عن اكس تكعيل نقص تلاتة اكس تربيع زادي زايد واحد. لو مدينا مثال تاني. على نيوتوم. بيقول لك ايه? بيقول لك اضلاي نيوتن موسيق. to compute the square root of خمسة. عايز يستخدم طريقة نيوتن عشان يجيب الجزر لرقم خمسة. يجيب الجزر الرقم ايه? لرقم خمسة. قال لك اكس زيرو بتساوي كام? بتساوي اتنين. وقال لك فور اتش اتريشن. احسب الريلاتيف ايرو. ومديك هنت. قال لك فل زا شو تيبل. فعند المعادلة هي بتاعت نيوتن في الصورة العامة اكس ان زايد واحد بتساوي اكس ان نقص. قيمة الدلة عند اكس ان على فطبعا في المسال هو مش يبقى معطي مش يبقى مديك المعادلة دي يعني. هو اشطت مديك الجدول. وبقول لك استخدم عشان تجيب لي الجزر الخاص بالرقم اللي هو ايه? خمسة. فانا عندي هنا هو. المعادلة عندي هو اكس. بتساوي كامل? جزر خمسة. عايز اجيب الجزر لايه? لايه? لخمسة. فالمعادلة دية لو انا ربحت الطرفين كأنها عبارة عن اكس ايه? اكس تربيع بتساوي ايه? بتساوي خمسة. فالمعادلة عندي ايه اكس بتساوي كامل? اكس تربيع ناقص خمسة. اقدر اجيب الايه? المشتقة بتاع الدل. ده بتساوي ايه? اتنين اكس. وهو قال لك القانون هو تبصيغة العامة عبارة عن كام? اكس اين زائد واحد. بيساوي اكس اين ناقص. قيمة الدل عند اكس اين. على قيمة المشتقة عند اكس اين. فانا عند التابل. اول حاجة خالص هتعمل ايه? حاجة هو تبص في الجدول. قال لك في اول اتريشن. المكاتل اكس تين باتنين. هجيب قيمة الدل عند اتنين. هعوض. قيمة الدل عند اتنين. ليه عبارة عن اتنين قص اتنين ناقص خمسة. فقيمة الدل هنا بتساوي. سالب واحد. هكتب هنا سالب واحد. قيمة المشتقة. المشتقة عبارة عن اتنين اكس. ساقيمة المشتقة. عند اتنين هدي اطلع باربع. هعوض في القانون الي عندي. geo mai. اكس ان زائد واحد يساوي الاكس ان قيمة الدلة عند اكس ان على قيمة المشتقة عنديه عند اكس ان. فهنا اول حاجة خالص. انا اغليه هنا الان بكام? الان بصفل. الهي اول يعني. فاحنا عندنا قيمة الدلة بسالب واحد. وقيمة المشتقة باربعة. والاكس باتنين. فهنا في الحالة ديت هنلاقي هنا الاكس اي. الاكس ان زائد واحد هنا بيطلع بكام? يطلع باتنين خمسة وعشرين من مية. ليه عبارة عن اتنين? ناقص سالب واحد على الا اربعة. الاربول هنا هيطلع بكام? هو في البداية هنا بكام? بمية في المية. فهنا عندي الاكس ان زائد واحد اللي احنا حسبناها عبارة عن اتنين خمسة وعشرين من مية. هاعمل ليه? هجيب قيمة الدلة عند اتنين خمسة وعشرين من مية. هلاقي قيمة الدلة عند اتنين خمسة وعشرين من مية. هتعوض في الدلة اللي عنها. اللي عبارة عن اكس تربيع. مقص خمسة. قيمة المشتقة. اعوض. هجيب قيمة المشتقة. هلاقي الاكس هنا بتساوي كام? اتنين بوينت اتنين تلاتة ستة. هلاقي الاربول هنا عبارة عن بوينت واحد 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 واحد. هديه بحالة اللي ايه? التانية. التانية احنا حصلنا على قيمة الليه? قيمة الاكس بكام? باتنين بوينت اتنين تلاتة ستة. فانا هجيب قيمة الدلة. عندي ايه? اتنين بوينت اتنين تلاتة ستة. هعوض عن كل اكس ب اتنين بوينت اتنين تلاتة ستة. في الدلة اللي عبارة عن اكس تربيع ناوسترانس. هلاقي قيمة الدلة بتساوي سالب. بوينت. قيمة المشتقة. هلاقي الاكس بيساوي اتنين بوينت اتنين تلاتة ستة. هلاقي الاكس هي هي نفس قيمة الايه? هنا الاكس التلاتة هي نفس قيمة الاكس اتنين فهينا ايرو هنا بكام الايرو بصفر. فانا خلاص كده طعف الحل لحد الاتريشة التلتة. وقيمة الجزر عندي هنا بكام? قيمة الجزر. اللي عبارة عن اتنين بوينت اتنين تلاتة سفر. ادي هنا هوت الجدول. طبعا زي ما احنا ملنا في ايه? في اللي فاتح. في اللي فاتح. ووضحنا لكم زي تحلم. فهو عندك ادي القانون بتاعي. بتاع النيو. وقانون ايضا بتاع الارور. فهو الارور. الارور. القانون بتاع الارور هوت. لو بساوي. اكس اين زياد واحد. ناص اكس ان. وقسموا على ال اكس اين. زياد واحدة طبعا مضروب ايه? مضروب في مياه. هنيجي بعد كده. في بعض المشاكل. بتحدث واحنا بنستخدم طريقة نيوتن ميسل. هو انا عندي الدلة بالشكل القدام دي. عندي دلة وهو ي بتساوي اف ايه? اف وفي اكس. وعندي انيشال جس. فاحنا كلها بنعمل ايه? انيشال جس بجيب قيمة الدلة عند الانيشال جس. وبرسم تانجينت لاين. بيمر بالنقطة اف وفي اكس زيرو. وبيمس المنحنة. هيقطع محور اكس. بنقطة. بسميها اكس واحد. دي اول خط. الخطة اللي بعد كده هنجيب اكس اتنين. عندي اكس واحد. اجيب قيمة الدلة. اف وفي اكس واحد. وبرسم مماس. هلاقي ايه اللي بيحصل في الحالة دي. بيحصل رون اوي. يعني ببعد بعيد عن الجزر. وهو الجزر اصلا بتاع الايه? بتاعدل هذه النقطة دي. فالانيشال جس اللي احنا اخترناها في البداية. بيحصل تباعد عن قيمة الجزر الحقيقية. فده هو الانيشال جس اللي احنا بنقنا بها المسألة. بتعمل جوينج اوي فوروم زرور. يعني ايه? بيحصل تباعد عن قيمة ايه? قيمة الجزر. زي ما ديها. فديها بيسميها ايه. لو انا عندي قيمة الدلة او قيمة المشتقة بتسوي صفر. هلاقي الاجورزم بتاعي مش هينفع. دي عشان احنا عندنا. احنا قلنا الايه? قلنا الاكس ان زاد واحد. دي بتسوي الاكس ان نقص قيمة الدلة. عند اكس اند على قيمة المشتقة عند اكس اند. فانا لو عندي قيمة المشتقة دي بتسوي صفر. فالالاجورزم بتاعي مش هينفع حاصل. ومش هشتغل. وايضا لو قيمة المشتقة ديها صغيرة جدا. هلاقي الاكس واحد ديها هتكون بعيدة جدا من اكس ايه? من الاكس زير. من الاكس ايه? من الاكس زير. فده بنسميها مشكلة ايه? الفلاكس بط. يعني لو عندي هنا هو. قيمة المشتقة بتسوي صفر. هلاقي الالجورزم مش هينفع. وايضا لو قيمة المشتقة دي تغيره جدا. فهلاقي الاكس واحد هو الجزر الجديد. هيبقى عبارة عن بيعيد عن الاكس زيرو. حاجة تانية بيحصل. يعني اكس عندي نقطة بداخل اكس زيرو. اجيب الاكس واحد. عشان اجيب الاكس اتنين. هلاقي الاكس اتنين بتروح عند الاكس زيرو. عشان اجيب الاكس ثلاثة. هلاقي الاكس اتنين بتروح عند الاكس واحد. فانا عندنا الاكس زيرو. قمت الدلة وبرسم ايه؟ مماس. يمر باعفو في اكس زيرو. عطع اكس في اكس واحد. هنزل باعكس واحد. قمت الدلة افو في اكس واحد. مماس. هدلي انا برجع تاني. فده ايه اللي بيتم. فالالجوريزم اللي عمدي اتلا بيعمل سايكل. بين two values. الان الاكس زيرو والاكس ايه والاكس واحد. فده المشاكل. بالنسبة لطريقة ايه؟ نيوتين مثل. فالله هنا اللي بيتم بيبقى سايكل ما بين الكنتين الاكس واحد والاكس زيرو. ده بالنسبة لجزء نيوتين رابسون مثل. احنا اخذنا نيوتين رابسون مثل. ايه؟ الخطوة اللي جاية ان شاء الله هناخد طريقة هي simple fixed point iteration. والمحاضرة اللي بعدين هناخد ان شاء الله القادمة. بالنسبة ل simple fixed point iteration. ديت الخطوات بتاعتهم. بيبقى عندي دلة. وهي بتسوي f في اكس. فانا بخط الدلة ديت في فورم تانية. بسميها اكس بتسوي جيهو في اكس. بحيث ان الاكس في الليفت بتاع الاكواشن يعني. بسمي الدلة. جيهو في اكس بتسوي ايه? اكس. فانا. الاكس الجديدة بتسوي جيه كيه اكس اللي قابليها اللي اعمل اكس كيه هساوي لو انا عندي دلة اكس تربيع نقص اتنين اكس زائد تلاتة بتسوي صفر. اقدر اخليها اكس بتساوي اكس تربيع زائد تلاتة على اتنين. ان انا جبت الاثنين اكس اف طرف. وبقى المعادلة اف طرف. وبعدين اسمت على اتنين. لو انا عندي دلة ساين اكس بتسوي صفر. لو انا ضفت اكس للطرفين بتاع المعادلة. هسميها اكس بتساوي صفر اكس زائد اكس. كاني ما عالتش حاجة يا. فبالنسبة للخطوات فاحنا اول حاجة خالص. بنحط الده المعادلة. في صيغة اخرى اللي هي اكس بتساوي جيه اكس. وشوفنا هنا المسال. ازاي معادلة زادية احطها في الصيغة تليه اكس بتساوي جيه اكس. فجيه اكس هنا عبارة عن اكس تربيع زائد تلاتة على اتنين. في المسال التاني. الجيوف اكس. ساين اكس زاد اكس. الخطوة اللي بعد كده. هاختار اكس زيه. بعدين هعمل بريدكت. لأكس اي زائد واحد الجديدة. كدلنا في الاكس ايه. في الاكس ار. زي مساء. الاكس بيساوي صفر اكس زاد اكس. هسمي هنا الاكس اي زائد واحد. بيساوي صفر اكس اي زائد اكس ار. المسال بتاع اللفات كان عندنا دلة كنا قلنا ايه? كنا قلنا عندنا دلة. F في اكس بتساوي ايه? بتساوي سين اكس. فاحنا قلنا الدلة دي خلاها اكس بتساوي. سين اكس زاد اكس. جماعة اكس جماعة اكس. فانا اول حالة خالص هحط له اكس زيب. بعدين القانون عنده هو اكس اي زائل واحد. هيسابه. سين اكس اي زاد اكس اي. لو خطي الاي بصف. انا اكس واحد. هيسابه سين اكس زيرو زاد اكس زين. وانا عندي قيمة اكس زيرو اقدر اجيب قيمة الايه? الاكس واحد. بعد كده هي الاكس اي زاد واحد اللي هو بسوي ايه? جي او اكس اي. طبعا زي ما احنا قلنا هنا هو. ده هو. ده هو عبارة عن ايه? الجي اكس اي. طبعا هتحل على انتريشا معين او نسبة الخطأ زي ما حديد لك برضو في الايه? في المسألة. فبالنسبة لطريقة هي طريقة بسيطة وايه? وسهلة. فالخطوات بتاعتها اول خطوة بتحط المعدد اللي عندك تصورة جديدة اكس بتساوي جي وفي اكس. وبعدين بتختار اكس زيرو. وبتعمل زي الواحد الجديدة كدلة في ايه? في الدلة القديمة. طبعا هتستخدم ليه? عدد من ويجيب قيمة اللي ايه? اللي بيحصل فيه عنده ايه? اللي بيحصل هناخد مثال على طريقة السيمبل فيكسد بوينت. قالك تستخدم طريقة السيمبل فيكسد بوينت اتريشن. في تحديد الجزء بتاع المعددة اكس بيساوي اي قصو ماينوس اكس ناس اكس. وانيشال اكس اكس زيو بتساوي السفر. وقالك يحسب الابروكسوميت ايرو. فانت اول حالة خالص. هتحط المعددة ديت في صيغة معادلة اكس بتساوي جيو في اكس. دي عبارة عن اكس اي زائد واحد هتساوي اي قصو ماينوس اكس. ان المعددة اللي عندك ديت. اللي احنا حطناها دي. هذه هي معادلة عبارة عن اكس. بتساوي اي قصو ماينوس اكس. هدية عبارة عن ايه? الجيو في اكس او. في اول حلقة اول انشال جيس اكس زيو بتساوي زيو. هنجي هنا هوت. هاد لقى هنا الاتريشن. صفر. الاكس اي قصو بصفر. هاجب على كده الاتريشن واحد. هاتبه هو الاتريشن واحد. او الاتريشن واحد. يساوي اي قصو سالب اكس زيو. هلاقي كما بتساوي كام? اي قصو صفر بكام? بواحد. هاجب على كده. احسب الارو اي قصو كام? مية في المية. هاجب على كده الاتريشن التاني. عند الاي بتساوي. الاي بتساوي كام? بتساوي اتنين. هاجب هنا هو. طبعا هنا اول حلقة خلصة هوت. الاي بتساوي كام? سفر. الاي بتساوي سفر. جبنا الاكس واحد. لو الاي بتساوي واحد. هاجب الاي قصو صفر. اجبنا الاكس واحد. لو الاي بتساوي واحد. هاجب الاكس اتنين. هتساوي اي قصو سالب اكس واحد. هلاقي هنا هوت اي قصو سالب اكس واحد. واحد كم بكام? كم بواحد. هاجي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده. هلاقي الرقم ده هو عبارة عن اي اوسي اكس الرقم اللي قبل كده عندي. هنا اي اوسي صفر. تلعب واحد. اي اوسي واحد. ده عبارة عن اي اوسي صفر. عند ده عبارة عن اي اوسي واحد. ده اي اوسي الرقم اللي السابق لي كده. وهتبدأ تحكم تكمل حل من المسألة. طبعا الى ان تحصل الى طبعا هوا استخدم هنا اتعاشر اتريشن. ونزبط الخطاقة واحد واحد واحد. فدي طريقة الفيكسل. فمن نسبة لطريقة الفيكسل بوينت ادريشن. كنت ممكن هرسم برضو لادلتين دولار. اي اوسي ماينس اكس والاكس. ده بنسميه ايه? فانا انا عندي دلة اكس. وعندي دلة جي وف اكس. الجي وف اكس عبارة عن اي اوسي ماينس اكس. فانا هرسم الدلتين دولار. منفصلين. عندي خيم الى اكس. وهرسم الدول. هرسم الجي وف اكس. وهرسم الاكس. هلاقي الدلتين دولار. هيتقطعوا في ايه? فنقطة مع بعض. النقطة دي عبارة عن ايه? الجزر. عن دلة هيت وهي بتساوي اي اوسي ماينس اكس ناس اكس. هخليها اكس واي اوسي ماينس اكس. هرسم الدلة دي الوحدة. وهرسم الدلة دي الوحدة. فانا نسمت الدلة ال اكس. وهرسم الدلة اي اوسي ماينس اكس. الاثنين اتقطعوا نقطة. النقطة دي عبارة عن الجزر بتاع الايه? بتاع المعدلة. ملخص المحاربة طاعت النهاردة. خدنا طريفين من open method. وقلنا بالنسبة ل open method. بحتاج ل one starting point او two starting point. ومش شرط اساسي ان النقطة دولار بيعملوا براكت ليه? للجزر يعني الجزر. بالشرط ان يوعملوا بين النوتوطين دولار. وخدنا طريقة نيوتن رافسون. وقلنا طريقة نيوتن رافسون. لها بقى فيه assumption ان الدلة بيكون مستمرة. والمشتقة بتاعت الدلة عند الانيشال جيس. لها تساوي الصفر. وجبنا القانون بتاع نيوتن رافسون وقلنا اكس اين زايد واحد بيساوي الاكس اين. اوسي قيمة الدلة عند اكس اين على قيمة المشتقة. عندي اكس اين. وخدنا الالجوريزم والفروتشار وخدنا امثلة على نيوتن رافسون. وايضا خدنا طريقة الفيكس بوينت اتريشن. فتبدأ وتحلوا عندكم في شابتر ستة نهاية شابتر ستة او في شيط رقم اربعة عندكم مسائل. ابدأ حل مسائل عشان تتمرن على طرق ايجابة. جزور المعادلات. وايضا هتلاقي عندك في شابتر ستة الجزء دهوت. هتلاقيه في سكشن ستة واحد. وفي سكشن ستة اتنين. فانت هتلاقيه في الكتاب عندك في شابتر ستة. لها طريقة نيوتن رافسون وفيكس بوينت اتريشن. في سكشن ستة واحد وايه ستة اتنين. في نهاية الجزء دوت نشكركم لحسن استماعكم. ونلقاكم باذن الله بالمحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.